في سنة 2004 ناسا اللي هي وكالة الفضاء ووكالة استكشاف الفضاء الدولية تمكنت من اطلاق روبوت متطور للاستكشاف على كوكب المريخ الروبوت ده كان بيتحكموا فيه عن طريق مقر ناسا مش من الفضاء عن طريق برنامج تم تطويره من قبل مهندسين البرمجيات في ناسا باستخدام لغة جابا لو جينا بصينا على شركة زي شركة جوجل وبصينا على محرك البحث اللي كل العالم بيستخدمه فهو معمول بلغة سي بلاس 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 بيجي بقى السؤال هنا ليه في لغات برمجة مختلفة وازاي اختار لغة البرمجة المناسبة ليه وليه ما بيبقاش في لغة برمجة موحدة يشتغل بها العالم كله وكل الشركات ونرتاح بقى من واجع الدماغ ده الأسالة دي لو جت سألتها لأي مبرمجين شغالين خبرة بقى لهم سنين هتلاقي الإجابة على الأسالة دي مش إجابة بسيطة وهتلاقي كل واحد بيحكي لك وجهة نظره وخبراته اللي هو مر بيها وإيه أحسن لغة من وجهة نظره الشخصية والفكرة بقى ان انت عم بتيجي بإيدك تختار أنهي لغة برمجة تبدأ تشتغل بيها وقررت خلاصا ان انت هتشتغل بلغة ما بتبقى عندك خوف من ان اللغة دي ما تلاقيش لها فرص في سوق العمل في الفيديو ده انا هعرفكو ايه هي الفروقات مبين لغات البرمجة وازاي نختار لغة البرمجة وايه هو السبب الحقيقي وراء تعدد لغات البرمجة اللي طوروها وانشأوها على مدار السنين وهساعدك في الفيديو ده ان انا احطك على المصار الصحيح المناسب ليك بناء على كل لغة برمجة بتتخصص في ايه هتتعرف على أشهر اللغات بتتخصص في ايه بتستخدم في ايه وممكن نبقى شغالين بها ايه في سوق العمل الفيديو ده جزء من سلسلة مراحل تعلم البرمجة اللي بتشرح ايه هي المراحل المختلفة بنبر بها كمبرمجين واحنا هنا بنتكلم في مرحلة أساسيات البرمجة لو عايز تشوف ايه هي المراحل ومتعرفش ايه هي المراحل فممكن تشوف الفيديو اللي فات اللي بيتكلم على المراحل كلها خلينا اتفق ان اي لغة برمجة الهدف الاول والاخير لها هو انشاء تطبيقات انها تبني سوفتوير يعني في الاخر خالص اي ان كان لغة البرمجة ديها اسمها ايه اخترعوها عشان النتيجة النهائية تعمل لك برنامج بس الفكرة ان كل برنامج عم بنيجي ننشئه بيبقى ليه معايير مختلفة في التشغيل يعني في برنامج بيشتغل على متصفح ويب وندر ان احنا نفتحه عن طريق المتصفح بتاعنا زي مثلا جوجل وفي برامج بتنزلها على الموبايل عندك واحنا دي بنسميها تطبيقات موبايل زي برامج سوشال ميديا كلها اللي بنستخدمها النهاردة انستجرام وفيسبوك وما الى ذلك وفي برامج بقى موجودة في المؤسسات الضخمة مش بنشوفها بس بتعمل وظائف حيلة في تحليل البيانات واتخاذ القرار ليه بتبقى برامج الزكاء الصناعي فاكيد كل نوع من التطبيقات دي متعملتش بلغة برمجة واحدة عشان كل واحدة لها معايير تشغيل مختلفة وهو ده السبب وراء ان فيه تنوع وتعدد في لغات البرمجة كل واحدة بتستهدف التخصص لتطبيق يشتغل في معايير معينة وبيئة معينة بس خلينا نحط قعدة ان كل لغات البرمجة تشترك في نفس مبادئ البرمجة يعني مهما كانت اللغة دي معاييرها عاملة زي في التشغيل كلهم في الاخر خالص فيهم الكونديشنز واللوبس والفاريبلز كلهم فيهم نفس الاساسيات دي وسريعا كده تعالوا نتكلم على لغة البرمجة اصلا بتشتغل ازاي يعني انت عم تيجي تكتب كود في اي لغة برمجة في نوعين او فئتين من انواع لغات البرمجة بيندرج تحتيهم طريقة التشغيل بتاعتهم الفعل الاولانية بنسميها لغات كومبايلد وهي اللغة بتحتاج انك انت تتحولها من شكلها الحالي الى شكل المشين تقدر تفهمها لان الكمبيوتر مش بيفهم ايه هو جافا ايه هو سي شارب ما بيفهمش الحاجات دي هو بيفهم اسامبلي كود او ما يسمى بايت كود فعشان خاطر يتحول من اللغة اللي هو فيها حاليا الى اللغة اللي هي بيفهمها المشين دي بنستخدم الكمبيلر بتاع اللغة دي وبتبقى اللغات اللي من النوع ده كل لغة لها الكمبيلر بتاعها وطبع انها بتتحول فلازم مسبقا نبقى عارفين انواع الفاريبلز دي هتشيل داتا نوعها ايه وعشان كده بيسموها يعني الفاريبلز اللي انت هتعرفها في كل الاكواد بتاعتك اللي هتكتبها لازم تحدد هي نوعها ايه اشهر امسال على لغات الكمبيل طبعا جافا و سي شارب و سي بلس بلس النوع التاني من اللغات اسموه لغات انتر بريتد اللي هي بتبقى لغات لا تحتاج الى انها تتحول من الملفات الحالية الى ملفات الاسمبلي كود دي اللي هي لغات مش محتاج تحولها من شكل الاخر هي نفس ملفات الكود اللي انت بتكتبها دي بنستخدم انتر بريتر او قارق بيقرأ الملفات دي سطر سطر و في وقت التشغيل بتاع الملف ده بيحاولوا السطر ده الى المشين كود اللي بيتفهم والميزة في النوع ده من اللغات ان هو دي يعني الفاريبل اللي هتعرفه مش لازم تحدد نوع البيانات اللي بيشيلها ايه وقت التشغيل الفعلي هو بيقدر ان هو يتمكن من تحديد الفاريبل ده نوعه ايه اشهر على اللغات اللي بتبقى من النوع ده هي الجافا سكريبت وبايثون تعالوا بقى نبدأ نتعرف على اللغات اللي هي المشهورة دي ونعرف التخاصات بتاعتها لغة بايثون هي اشهر لغة برمضة النهاردة في العالم استخداما بدأت في سنة 1991 يعني هي مش لغة حديثة ولا حاجة بس هي سبب شهرتها الحقيقي ان هي سهلة جدا بطريقة الكتابة بتاعتها اللي هو السنتكس بتكتب اسم الفاريبل ويساوي القيمة بتاعت الفاريبل مش محتاجة تستخدم كلمات مفتاحية ولا حاجة بالاضافة الى ان هو بيعتمد على ما يسمى الاندنتيشن في تحديد انتهاء كل سطر كود مش محتاجة تكتب اسم كولنز اللي هي بتبقى حاجة غلصة موجودة في لغات برمجة تانية لو نسيتها كود مش هيشتغل مستخدمة النهاردة بقوة في تطبيقات الزكاء الصناعي اللي هي بتبقى التطبيقات اللي محتاجة تاخد قرارات لوحدها اشهر مثال على ده يوتيوب النهاردة بيستخدم بايثون عشان خاطر يرشح لك ايه الفيديوهات اللي تتفرج عليها عم يطلع لك ركومندد في الهوم بيج عندك ده كله بناء على الجوريزم او كود مكتوب بايثون نفس الكلام مثلا عم بتيجي تبحث على حاجة معينة او بتيجي تعمل لايك لفيديو معين بيقدر ان هو يقول للفيديو ده ده فيديو مشهور الناس كتير جدا عجبوا بيه ايه الفيديوهات اللي طلعها ترند وما الا ذلك اللغة دي زي ما اتفقنا بتصنف انها dynamic language وبتبقى interpreted يعني بتتقرى صدور كود البيثون وانت بتشغل ملف ملف مش متحكة تتحول ولا تعملها compilation هي وقت التشغيل بتدور على ال runtime بتاعها وبتنفذ سطر سطر من الاكواد دي ليه تختار لغة بايثون لو عايز تشغل في السوق وفي شركات بتبني تطبيقات وبتبقى شغالة في ال back end كمحركات اساسية للتطبيقات اللي احنا بنعتمد عليها النهاردة وبتستخدم فيها تقنيات زي django او flask او fast api لو عايز تشتغل في تطبيقات تحليل البيانات وده للناس المهتمة جدا بالdata science فبتستخدم تقنيات زي anaconda وتطبيقات الزكاء الصناعي اللي بتبقى فيها برامج بتاقط قرارات لوحديها وتعليل تعليم للآل اللي هو machine learning عشان تخلي البرنامج اللي انت بتبنيه ده ياخد القرارات لوحديه وبنستخدم تقنيات زي كراس او tensorflow في بناء هذا النوع من التطبيقات والmodels بتاعها لغة javascript لغة انتشرت بسرعة كبيرة جدا خلال السنوات اللي فاتت واخده ترند عالي جدا النهاردة وحصائيات 22 بتقول ان هي اللغة رقم واحد استخداما السنة دي على stack overflow واي شركة النهاردة سواء صغيرة متوسطة شركة ضخمة بتعتمد على javascript كجزء اساسي في التطبيقات اللي بتبنيها خصوصا تطبيقات الويب لان هو javascript النهاردة متميز جدا في الحتة دي بيبني تطبيقات ويب سريعة جدا بيعتمد على كم الهائل البيانات اللي داخل في نفس اللحظة اللي هو بعدد مستخدمين كبير جاي في نفس اللحظة قادر ان انا اخدمهم من غير ما يحصل اي تعطيل ده حركة بتاعة الموقع فهو javascript لو التطبيق اللي انا ببنيه ده محتاج قوة processing عالية مش هيبقى مناسب للjavascript لكن معادة ذلك في الاي او هو متصدر بقوة جدا ومعظم التطبيقات اللي احنا بندنيها النهاردة اغلبها تعتمد على الامبوت والاوتبوت الكتير اللي بتبقى فورمز بتملى نمازج معينة بتنتقل من صفحة للتانية ده كل شغل امبوت اوتبوت الجميل برضو في javascript ان هو بش بس متصدر في الويب ابتدى يطور من نفسه شوية ويعمل تقنيات تقدر تطلع بيها تطبيقات موبايل وتطبيقات ديسكتوب وممكن كمان من نفس الكود اللي انت بنيته لتطبيق الويب فمعنى ذلك ان احنا ممكن نكتب الكود مرة واحدة بس وانشغله على الموبايل وانشغله على الديسكتوب اللي يصدمك بقى ان اصلا لغة جواسكريبت عما بدأت مكنتش لغة برمجة اصلا عشان كده تلاقي ناس كتيرا جدا من اللي دارسوا برمجة زمان يقولك جواسكريبت دي مش لغة برمجة اصلا وفروض تتعلم حاجة زي C++ السبب ده ان هي نشأت في 1995 كلغة سكريبتينج يعني كانت تستخدم في الform validation اللي هو لو انت عندك نموذج في صفحة الويب وعايز مثلا تقولي الايميل ده صحيح ولا لا فوقت بتكتب له سكريبته صغير كده في نفس صفحة الHTML عشان خاطر يقول اذا كان الايميل ده مظبوط ولا لا وكانت استخدامته محدودة في هذا الاطار وما كانش اصلا اسمه جواسكريبت كان اسمه موكا سكريبت اللي خلى بقى الموكا سكريبت ده يتطور ويبقى جواسكريبت اللي احنا عارفينه النهاردة هو node js اللي هو الـ runtime الشهير جدا بتاع جواسكريبت فجواسكريبت هي لغة dynamically typed شبح بايسون بالزبط ونفس الكلام برضه بتعتمد على interpreter عشان خاطر تشغلها مش محتاج ان انت تعملها compilation تحولها من شكل الى اخر تتعلم جواسكريبت ليه لو عايز تشتغل في شركات بتبني تطبيقات web full stack يعني بيبقى فيه اللي هو الجزء بتاع ال back end بتاع التطبيق اللي بيشغل التطبيق وبتعامل مع ال data base تقدر تبنيه في جواسكريبت ده اللي هو بيشتغل على السيرفر على node js وبرضو لو عايز تبني تطبيق front end قوي جدا وسريع جدا ويقدر يخدم عدد كبير جدا من المستخدمين اشهر تقنيات مسموعة انها بقوة جدا النهاردة طبعا في جواسكريبت react angular view js دي كلها بتستخدم في انشاء جزء بتاع الفرنت اند من التطبيق في جزء ال back end مشهور برضو حاجة زي express js و nest js بيستخدموا في انشاء الجزء ال back end لو عايز برضو تشتغل تبني تطبيقات cross platform بتشتغل على الموبايل باستخدام حاجة زي react native او ionic او تشتغل على ال desktop باستخدام حاجة زي electronic وبص عشان خاطر تاخدها نصيحة مني جواسكريبت هتحتاجه هتحتاجه فاتعلموا وافهم بيتكتب ازاي لان غالبا مهما اشتغلت باي لغة برمجة تانية هتلجأ ان ال front end بتاع ال application هتبنيه بتقنية من تقنيات الجواسكريبت المشهورة وحاجة بقى مهمة كمان لو انت بتقدم على وظيفة ك software engineer javascript هتسمع عن حاجة اسمها type script type script دي ببساطة هي نفسها javascript بس تضاف عليها شوية امتيازات بسيطة قدرت انها تخلي javascript اقوى واقوى كمان وهي حتة static typing ان انت النهاردة تقدر باستخدام حاجة زي type script تكتب كود javascript عادي جدا بس تخلي ال variables محددة النوع يعني تخلي ال variable ده بيشيل string بس ال variable ده بيشيل boolean بس الفكرة من ده ان عم بيجي تيم كبير في شركة شغال بتواجهه مشكلة كبيرة في ان هو يخمن نوع ال variable ده ايه لان في javascript لو ال variable المتعرف بيشيل string ممكن يتغير بعد نقطة ما في الكود ويبقى شايل object يبقى شايل boolean فبيسبب مشكلة الالتيماتيك كبيرة اللي شغالة في مشروع javascript مع بعض فtypescript حل المشكلة دي بعملية static typing وان هو بيتعمله compile ليتحاول لjavascript في الاخر يعني لغة java لغة java كان اول ظهور لها في سنة 1990 تميز الاساسي بتاع لغة java انها بتطبق مادة مهمة جدا في البرمجة اسمه object oriented programming ان احنا بنمثل كل حاجة في البرنامج بتاعتنا على انها object وتطبق عليها معايير انشاء الobjects دي لو تعلمت java هيساعدك انك انت تدخل على طول في شغل المؤسسات الضخمة اللي بتبني تطبيقات processing heavy يعني بتعتمد بشكل اساسي على البروستسور في العمليات بتاعتها بخلاف javascript زي ما ذكرنا javascript input output اكتر يعني تقدر تخدم عدد كبير جدا من المستخدمين java بيركز اكتر على فكرة high processing power يعني عملية بتحتاج انها ترهق البروستسور في الحساب فهتلاقي شركة القطاع المالي تحديدا بتعتمد على java في كل شغلها تقريبا وذي ما ذكرنا في الاول مؤسسة زي ناسا بتستخدمها بقوة وعملية تشغيل الروبوتات على سطح المريخ طريقة اللي java بيشتغل بيها ان هو بيبقى compiled language يعني بيتحول من شكله الحالي اللي هو الملفات بتاعت الدوت java الى الملفات اللي بتقدر انها تشتغل على لغة يفهمها الماشين اللي هي الbyte code وده ادي الصراحة java note التمييز حيلة جدا انه يقدر يشتغل على اي جهاز اين كان نوعه ايه عما بقول اي جهاز فانا مش قصدي بقى جهاز computer انا قصدي اجهزة كمان متنقلة صغيرة تقدر تشغل عليها تطبيقات وكان اول مثال لجهاز من النوع ده كان حاجة نزلت في التسعينات اسمها star 7 pda اللي هو personal digital assistant ده كان جهاز كده بيتحمل في الايد ارسل انه ببقى عليه كده reminders و to do's وحاجات كده تساعدك في شغلك طبعا مع تطور بقى العصر اللي احنا فيه النهاردة بقى java مسيطر على الاندرويد وتقدر انت تعمل تطبيقات اندرويد قوية جدا باستخدام java فخلينا نقول ان انت ممكن تختار لغة java لو عايز تشتغل فيه شركات ومؤسسات ضخمة تعمل تطبيقات processing heavy وبتستخدم تقنية زي spring في انشاء هذا النوع من التطبيقات في تطبيقات big data اللي هي معتمدة على تخزين البيانات واستيعابها من كذا قعدة بيانات وبتستخدم في دي تقنية اسمها هادوب او لو عايز تبني تطبيقات اندرويد باستخدام اندرويد ستوديو خلينا نقول هنا ملاحظة صغيرة عشان خاطر حديثا ظهر حاجات تقدر ان انت تطلع بها تطبيق موبايل على الاندرويد وعلى الايو اس وبقى بيسموها cross platform technology زي مثلا flutter وزي react native اللي احنا ذكرناه في javascript دول ممكن حبدي يقول لك دول احسن من انت تتعلم java وتكتب تطبيق java tablet انت لو تعلمت flutter ولا react native ده هتكتبوا باللغة اللي انت متعود عليها زي javascript ويطلع يشتغل على الاتنين الكلام ده صحيح لكن مش هينفعك في كل الحالات لان التقنيات اللي باللغات التانية دي مشكلتها انها بتحتاج الى مترجم او translator يترجمها من لغة مثلا javascript لحاجة يقدر يفهمها الاندرويد او يفهمها الايو اس فانت محكم المترجم ده يقدر يترجم ايه بالزبط فما بقاش كل الخصائص اللي انت عايز تستفيد منها من نظام اندرويد متاحة ليك اوي بس في java انت متاح ليك التعامل الكامل مع نظام التشغيل بتاع اندرويد لغة C++ الاب الروحي لكل لغات البرمجة اول لغة تقريبا تظهر واقدم لغة تظهر اللغة دي ظهرت في 1979 ولولا وجود C++ في الحياة لو عمرنا كنا هنشوف java ولا javascript ولا c sharp ولا اي لغة من اللغات الحديثة اللي احنا شايفينها النهاردة اللغة دي من كتر ما هي قوية وعافية اتعمل بيها ال compilers وال interpreters اللي بنستخدمها بتاعت اللغات التانية يعني نرجي اس مثلا اللي هو ال runtime بتاع java script ده معمول بc++ نفس الكلام مع java virtual machine الjvm اللي بيشغل compiler اللي بيشغل java ونفس الكلام ينطبق على python وعلى c sharp وc++ اللي ما يعرفش هي مبنية على c اللي هو هي لغة اقدم منها كمان بس c++ ضافت عليها object oriented programming انك انت تقدر تتعامل بمبادئ OOP في الكود فنظرين اي كود انت كان مكتوب بc هيشتغل في c++ عادي جدا لان هي ومبنية عليها وهي الصراحة لغة معقدة جدا في تعلمها لان هي بتحتاج سنين عشان خاطر تفهم مكتوبة ازاي وهتلاقي طبعا مشهورة جدا بيدرسوها في اغلب المؤسسات التعليمية عم يجي علموك برمجة بيعلموك غالبا بc++ الميزة في الحاجات اللي انت ممكن تبنيها بc++ بتبقى سريعة جدا ليه لان هي ليها وصول غير محدود لكل اجزاء الماشين يعني تقدر في c++ بحاجة اسمها pointer ان انت هتشاور على مكان في الماموري بالادرس بتاعه وتتحكم فيه زي ما انت عايز فمعنى ذلك ان وصولك لاجزاء الماشين المختلفة والبروسيسور وما الى ذلك متاح ليك بصلاحية كاملة بس ده برضو معناه ان هي لغة خاطرة جدا يعني لو بكود غلط ممكن تعمل حاجة اسمها buffer overflow اللي بتبقى نتيجة ان انت بتكتب لوب من غير condition يوقفها فبتعمل infinite loop فده ممكن ببساطة يحرق لك الميموري او يبوازها وهتلاقي الهكرس بحبه الموضوع ده جدا يحبه اكتبه اكواد بc++ ويحاول انها يحرقوها على الجهاز عندك عشان خاطر تبواز لك اجزاء من الماشين وما فيش الصراحة اي لغة برمجة تانية على السحة تقدر تديك تحكم كامل في الماشين غير c++ انا في رأيي تعلم c++ النهاردة مش اختيار موفق قوي سواء بتبدأ تتعلم برمجة او عايز تتعلمها عشان تشتغل بيها في سوق العمل مش هتلاقي فرص وظيفية بسهولة لها لان زي ما اتفقنا هي بتستغنى في بناء حاجات ضخمة جدا استغنى في بناء compilers وinterpreters ومحركات بحث فالموضوع ان انت تلاقي شركات بتشتغل في ده هي شركات محدودة جدا وغالبا مش متوفرة في السوق المحلي فخلينا نلخص ونقول ان انت ممكن تتعلم c++ لو انت عايز تشتغل في شركة بتبني محركات بحث سريعة بتستمد على تقنيات زي الماب ريديوز بدعتها عشان خاطر تبني محرك بحث سريع او لو عايز تبني محرك للالعاب والبنية التحتية بتاع محركات الالعاب اللي بتقدر ان انت تشغل الالعاب البلاي ستيشن منها والعاب البي سي وما الى ذلك ومن التقنيات دي حاجة زي انريال انجين او بقى لو عايز تبني برامج ديسكتوب في شركات ضخمة بتعمل برامج بتوفر لك التعامل مع الجرافيكس كارد والرامات برامج المونتاج برامج الجرافيكس بتاعت ادوبي كلها كل دي برامج تعتمد على c++ او لو بتشغل في شركة بتبني محرك قواعد بيانات زي اوركل واخيرا لو عايز تشتغل في برمجة الشرائح الالكترونية فc++ هيكون اختيار موفق جدا في شغل الامبادت سيسترز لغة سي شارب دي من احدث لغات البرمجة اللي موجودة في السوق ظهرت في سنة 2000 واللي عملتها شركة مايكروسوفت وعملتها مخصوصة عشان خاطر تنافس لغة جافا وتحاول انها تحتكر وتحاول انها تسيطر كمان على الفكر بتاع لغة جافا وكانوا عشان كده هيسموها cool programming language انها تبقى لغة بقى يعني شبابي كده وريئة ومتدلعة والناس كلها تتبنيها الحمد لله انهم ما بنسموهاش كده وهي تقريبا شبه الجافا في كل حاجة السينتكسترية الكتابة تقريبا متطابق بين سي شارب ومبين جافا نفس الكلام زي جافا بالزبط هي برضو compile language وبتتحول لبيت كود في الآخر وبرضو بتعتمد على فكرة object oriented programming وهي كان جزء برضو من اهداف انشاء لغة زي دي انها تحاول توفر لتعامل مع منتجات مايكروسوفت وتقنيات مايكروسوفت باللغة تكون مهضومة نوعا ما لان طبعا مايكروسوفت كانت قائمة على جزء كبير جدا من اجزاء على سي بلاس بلاس وما كانش الناس بالسهولة تقدر انها تتعلم سي بلاس 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 فسي شارب طالع كبديل قوي يادر ان هو ينتشر وفعلا هو لحد فترة قريبة كان مسيطر على السوق في قطاع الشركات في تطوير تطبيقات الويب تحديدا ال .NET كان ممكن تنشئ تطبيقات ويب وتطبيقات ديسكتوب وكله تبقى طبعا تحت ايد مايكروسوفت وتبقى مسيطرة على القطاع ده برضو كان سي شارب مميز جدا في تطوير الالعاب باستخدام انجين اسمه unity وينتي طبعا ما بني بسي بلاس بلاس بس انت بتطور الالعاب بسي شارب فكرة بقى ان في سنة 2008 عما ظهر نوت جي اس رون تايم بتاع جوفا سكريبت ابتدى ياخد الجو تماما من .NET وتطبيقات الويب بتاع ال .NET وخليها تقريبا مهمشة واغلب الشركات بقى ويشفتوا من ال .NET كويب أبليكيشن فرنت اند ويخلوه يشتغل بتقنيات الجوفا سكريبت المتميزة في الحتة دي فنتعلم بقى سي شارب لو عايز اشتغل في شركة بتبني تطبيقات باك اند قوية بتعمل برضو شغل بروسسنج عالي زي فكرة الجوفا بالزبط بس تبقى التقنيات اللي بالشتركة دي معتمدة على حاجة زي .NET ولو برضو الشتركة دي بتبني تطبيقات ديسكتوب مستهدفة الى انها تشتغل على ويندوز ولو عايز برضو تشتغل في وتطوير الالعاب باستخدام انجن زي يونيتي كده احنا تقريبا خطينا اللغات البرمجية المشهورة والاكثر استخدامة النهاردة في جميع القطعات والشركات والمجتمعات البرمجية كلها بتتكلم عليها وبعد معرفتك بكل لغة من دول وكل لغة من دول بتتخصص في ايه وتقدر تعمل بها تطبيقات شكلها عامل ازاي وتشتغل في انا مؤسسات هطلع من هنا على الفيديوهات اللي جاية بان انا هعمل لكل لغة برمجة التراك بتاعها اللي يقدر يساعدك ان انت تتخصص بقى بعد تعلمك لغة البرمجة دي فهاشرح لك كل لغة بالاساسيات بتاعتها وبنكتبها ازاي والشكل بتاع عامل ازاي وتشغلها ازاي عندك وبعد كده هوري لك التطبيقات العملية بتبنيها بتخصص وعن طريق مشاريع بسيطة هندنيها باللغات دي فان شاء الله هيبه فيه فيديوهات حلوة هتستفيدوا منها في اللغات دي وكل واحد يختار اللغة المناسبة ليه والتخصص المناسب ليه ياربوا تكونوا استفدتوا من المعلومات دي وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وعملوا لايك للفيديو عشان خاطر يساعد الفيديو ده ان هو يطلع بقى زي ما نتركوا بقى الالجوريزم بقى والكلام الجامل ده وبالتوفيق للجميع ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة